الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن كل صاحب نعمة يصيبه داء الحسد ودائماً وأبداً يتعلق الحسد بالحقد فهما قرينان في بوتقة واحدة وفي قارب واحد في قارب السوء الحقد والحسد كما بيّن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل ذي نعمة محسود النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أكثر من يموت من أمة بالعين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا العين تدخل صاحبها القبر وتدخل الجمل العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر يعني العين القاتلة العين الحاسدة العين العائمة تكون سبب في قتل الرجل فيدخل القبر وتكون سبب في قتل الجمل في ذبحه فيدخل القبر أي يدخل لحماً في الإناء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالعين حق كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعمال العباد بين قسمين أعمال قلوب وأعمال أبدان عملك بين قسمين عمل قلب وعمل بدن ودائماً إذا ما نظرت في الشرع الحنيف في سنة رسول الله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذا ما نظرت في كتاب الله جل قدرته تجد أن عمل القلب دائماً أعلى مقاماً من عمل الأبدان انظر مثلاً في حديث النبي الهمام صلى الله عليه وسلم يقول عن السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا عمل قلب إني أخاف الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد فهذا عمل قلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه فهذا الحب محبة قلبية فكلها أعمال قلوب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خالياً ففاضت هذا عمل قلب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وانظر في المقابل هذه أعمال قلوب ترفع صاحبها درجات لا يعلم مداها ومنتهاها إلا الله وفي المقابل أعمال قلوب أيضاً ترسل بصاحبها في الدرك الأسفل من النار يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة في ثلاث أصناف من البشر هم أول من يدخلون النار أول من تشتعل عليهم النار يوم القيامة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة واحد إيه؟ متصدق هذا رجل تصدق بصدقة كثيرة يؤتى يوم القيام يعرفه الله نعمه عليه ألم أنعم عليك بالمال؟ ألم أوسع رزقك في هذا المال الكثير؟ يقول بلى يا رب طب فماذا عملت؟ أنت عملت إيه بالمال إلا أنا أعطته لك يقول يا رب ما تركت سبيلاً ينفق فيه إلا وفعلت بناء مساجد بنيت صدق على الأيتام فعل الفقراء والمساكين فعل ابن السبيل فعل ما من سبيل ما من باب يمكن أن تكون فيه الصدق إلا فعل فيقول الله كذبت وإنما فعلت وإنما أنفقت إنما تصدقت من أجل أن يقال جواد من أجل أن يقول الناس هذا رجل كريم هذا رجل يفعل ويفعل من الخير وقد قيل فهذا حظك وهذا نصيبك تمنيت بقلبك فعلت ما فعلت بقلبك ما فعلت كل ما أنفقته من مال من أجل أن تتحصل على أمر قلبي أن يقول الناس نيتك غير صالحة أن يقول الناس هذا رجل كريم وقد قيل فيؤمر الله به فيسحب على وجهه إلى النار النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الرجل الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن رجل قتل في سبيل الله خرج بسيفه يحمل روحه على كفه فمات في سبيل الله في الجهاد يقاتل أعداء دين الله فمات في الحر شهيدا في ظاهر الأمر يؤتى يوم القيامة بين يدي ربه يقول ألم أنعم عليك بالصحة ألم أنعم عليك يقول بلى يا رب يقول له ربه فماذا عميل يقول جهدت فيك حتى استشهد قتل شهيدا في سبيلك يا رب فيقول الله لا بلى تذب وإنما قاتلت من أجل أن يقال جريء وقد قيل فيأمر الله به فيسحب على وجهه إلى النار أنت كنت تقاتل في سبيل الله من أجل أن يقال أنك جريء هذا عمل قلبي ما اطلع عليه أحد إلا الله فأفسد عليك عملك ورجل قارئ للقرآن الرجل الثالث يقرأ القرآن يصلي بالناس إماما يقرأ القرآن فيسمعهم ناس فتعجبه نفسه فيموت يؤت يوم القيامة بيناد يا رب فيقول له الله ألم أنعم عليك بكذا وكذا وكذا بيقول بلا يا رب قرأت فيك القرآن لأجلك قرأت القرآن لأجلك فيقول الله فيقول الله له وتقول له الملائكة بلا كذا وإنما قرأ من أجل أن يقال قارئ ويقرأ القرآن من أجل أن يقول الناس هذا فلان صوته طيب هذا رجل خاشع نحن نخشع خلفه هذا رجل خاشع هذا رجل تقي هذا رجل يحب الله ورسوله هذا الرجل ويثنون عليه هو كان يقرأ القرآن من أجل سناء الناس عليه عمل قلبي فيأمر الله به فيسحب على وجهه إلى النار إذن الأعمال أعمال أبذان وأعمال قلوب دائما تجد أعمال القلوب أعلى مكانة إما أن تصل بك إلى الجنان أو تصل بالأبعد إلى النيران أعمال القلوب هي الأساس في كل شيء عمل القلوب هو الأساس في كل شيء ونحن نتكلم عن الأخلاق نتكلم عن الأخلاق الحميدة ونتكلم عن الأخلاق الذميمة كما أن هناك أخلاق حميدة هناك أخلاق ذميمة من الأخلاق الذميمة أمراض تأتي إلى القلوب منها العجب خلق مذموم منها الكبر خلق مذموم منها الرياء منها النفاق كل هذه أخلاق نذمومة واليوم نتكلم عن الخطيئة عن الخطيئة وهي الخطيئة التي فرقت بين اليهود وبين الإسلام هذه الخطيئة وهي الخطيئة التي تأكل الحسنات كما يأكل النار كما تأكل النار الحطب كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهي خطيئة الحسد هذا الداء الفتاك هذا المرض الخبيس المرض اللعيم الذي يأتي إلى الإنسان أخبرنا عنه النبي الهمام صلى الله عليه وسلم أنه داء قاتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما من إنسان ما من إنسان على ظهر الأرض إلا وفيه حسد أنا وأنت وكل إنسان على ظهر الأرض فيه حسد ولكن النبي ولكن الإنسان السوي يخفيه والإنسان غير السوي يبديه ما من جسد إلا وفيه حسد ما من جسد إلا وفيه حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه كما يأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الخطيئة التي منعت أبو جهل من الإسلام منعته أن يكون مسلمين أبو جهل مرت عليه أيام عليه فترة من الزمان كان يأتي بليل عند بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلط صصق السارق فيسترق السمع يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقيم الليل بالقرآن يقرأ القرآن بالليل للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أبو جهل بالليل يطلصص يقف بجوار حائط الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسمع كلام الله ليه؟ لأنه غذاء الروح لأن الفطرة السوية هو يستمتع بكلام الله تبارك وتعالى أبو جهل لعنة الله عليه في يوم من الأيام أمسك به رجل تعمل يا أبو جهل هنا ماذا تفعل يا أبا الحكام قال لا 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 ما فيش أنا كنت بس ما مر كده في الطريق ومشي جي في الليلة الثانية جه في الثالثة جه حتى أمسك به رجل من سادات القوم قالوا باس إحنا رأي بناك وإنت كل ليلة تأتي إلى ها هنا إلى محمد فتسمع محمد وهو يقرأ القرآن أنت تعتقد أتظن أنت أن محمد على حق مدمت أنت لا تأتي من أجل أن تؤذيه بليل وإنما تأتي من أجل أن تسمع كلام الله تسمع محمد رسول الله وهو يعمل بيقرأ القرآن هل محمد على حق قال له نعم قال له والله إنه لعلى حق وإنه لصادق من اللي بيعترف إن محمد صلى الله عليه وسلم صادق أبو جهل فرعون هذه الأمة كما سماهم نبي صلى الله عليه وسلم يعترف أن محمد صادق وأمنه على الحق قال له طيب فلما لا تؤمن به يعني أنت ليه ما تؤمنش بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة أن الإسلام في بداية الأمر في مكة ما كان يكلف شيء ما كان هناك صلاة ما كان زكاة ما كان صوم ما كان هناك حج ما كان هناك عبادة بدنية كل ما في المو أسألة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخمر في هذا الوقت ما كانت قد حرمت وعد أنت امتنع عن الزنا وتصدق في الحديث أسألة وسيطة جداً في بداية الأمر فلما لم تؤمن يا أبو جاه أنت لما أسلمتش برسول الله فلما لم تؤمن بمحمد قال له اسمع نحن بن مخزوب وبن عبد مناف بن عبد مناف منهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن وبن عبد مناف تصدقوا فتصدقنا أعطوا فأعطينا يعني يجي الحجيج فيعطوهم من الصدقة يعطوهم من الأموال يتصدقون عليهم بالأموال يقرب يزهرون القرم فيعطوهم فانحهم يعطوا إحنا نعطي سقوا فسقينا يجي الحجيج في منا يسقوهم إحنا برضو بنسقيهم سقوا فسقينا اعتنوا بالبيت فاعتنينا يعني هم كل ما بيعملوا حاجة هم بيتصبقوا الشرف بن عبد مناف بن مخزوب لأن مكة ما كان لها رئيس ما كان لها أمير ما كان لها حاكم كل واحد يحكم قبيلته فكانوا يتنازعون يتسابقون الشرف فهو بيقول لهم ما تصدقوا تصدقنا أعطوا أعطينا سقوا سقينا اعتنوا بالبيت اعتنينا إحنا بتسابق حتى إذا تحازت الرقب يعني خلاص بقنا إيه أريدين من بعض وكنا على رهن يفرس خلاص إحنا في مرتبة وحدة قالوا منا نبي هم قم قالوا إيه منا نبي فأنا ندرك ذلك طب إحنا بقى من فينا اللي ينفع ييجي يقول أنا نبي ما فيش حد عندنا يصلح النوع يقول نبي فأنا ندرك مثل ذلك والله لم أؤمن به أبدا حسد أبو جهل حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه الصادق المصدوق حتى مات لعنة الله عليه وسمني بفرعون هذه الأمة بسبب الداء الفتاك الذي أتى إلى قلبه فمنعه أن يكون مؤمنا من رسول الله كما فعل هذا الداء الفتاك بعبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين لما كان يصنع له التاج لذلك قالوا لرسول الله يا رسول الله أرفق به فوالله لقد صنعنا له التاج وإن النسوة في المدينة لا يفعلن له الخرز يعني التاج تصنعه وخلاص بس في المسألة بيعملوا له النساء في المدينة بيصفوا له الخرز على التاج عشان يلبسوه يتوجه ملك على مدينة على يترب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق بي يا رسول الله عبد الله بن أبي بن سلول أبطن الكفر أظهر الإسلام حقدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال فيه رب إن تصبك حسنة تسؤهم لما يجي خير لرسول الله أو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها هم يتسؤهم تسؤهم الحسنة تحزنهم الحسنة وتفرحهم النصيبة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام حقدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الداء الفتاك وهو الحسن يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل وأزكى الصلاة والتسليم يوسف كان أبوه يحبه فحسده إخوته ماذا فعلوا ألقوه في غيابة الجب ثم بعد ذلك ألقوه في غيابة الجب من أجل ماذا حتى يأكله بعد كده ألقوه في غيابة بعد ذلك يمكن أن يكون من بعده قوما صالحين يعني نحن نعمل الشر حتى نتخلص من هذا الولد الذي أحبه أبانا أكثر مننا يعقوب سيدنا يعقوب عليه السلام يحب يوسف من أدبه من حسن أخلاقه من كمال آدابه من جمال من حلاوة طلعته فكان يحبه هذه فطرة كمال آداب عند يوسف عليه السلام لأن الله يؤهله من أجل أن يقول رسول الله يؤهله وهو صبي صغير ويعقوب عليه السلام يعلم ذلك فكان يحبه محبة قلبية فطرة في الإنسان ماذا حقدوا عليه فحسدوا فأنقوه في غيابة الجب أول معصية يعصى بها الله في السماء كانت بسبب الحسد الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس من المقربين كان إبليس مقربا من رب العالمين وأمره الله أن يسجد لآدم مع الملائكة المقربين اعترض قال إبليس لا أنا لا سجد أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين مادة النار أعلى من مادة الطين في عنده أنا خير منه أنا أسجد له لا فحسد الشيطان حسد إبليس آدم عليه السلام وامتنع أن يسجد أسجد لآدم طاعة لأمر الله جلت قدرته حتى لعنه الله وطرده من ملكوته وقال لأحتنكن لأمسكن بأفواههم لأحتنكن ذريته إلا قليلا فأخسم لرب إن هو يضل من يضل ذرية آدم عليه السلام إلا عباده منهم المخلصين كما أخبر الله جلت قدرته فكانت أول معصية يعصى بها الله في السماء كانت بسبب الحسد وأول معصية عصية بها الله في الأرض كانت بسبب الحسد لما قرب قبيل قربانه وقرب هبيل قربانه ابني ولدي آدم كان الشرع عند آدم عليه السلام تأتي حواء في كل مرة بتوأم ذكر وأنسة تلد في كل مرة توأم ذكر وأنسة فكانوا يتبادلون آدم هو أبو البشر ما كان له أخ إذن هناك لابد أن يكون هناك تناسل نكاح من أجل التناسل من أجل بقاء النوع من أجل بقاء ذرية آدم فكانت حواء أمنا زوج آدم كانت تلد في كل بطن في كل مرة توأم ذكر وأنسة التوأم اللي تولدوا في بطنه واحدة لا ينفعوش يتجوزه التوأم اللي تولدوا في بطنه واحدة ما ينفعوش يتجوزه ليه؟ لأن دول جنف و بطنه واحدة فدول إخوات طيب في بطن بعدها في ولد بعدها في المرة الثانية يحصل تبادل اللي هنا اللي هو جهه في المرة الثانية ياخد أخته اللي في الأولى والأخت اللي في الثانية تاخد أخوها اللي في الأول فكان يحصل تبادل لكن من ينفعش أن البطن واحدة يتزوجه اللي جنف في مرة واحدة يتزوجه فكان قبيل المرأة الأخت التي كانت معه كانت حسناء قبيل من يتزوجها يتزوجها هابيل هابيل التي كأخته التي كانت معه في بطنه لم تكن حسناء لم تكن جميلة من يتزوجها يتزوجها قبيل فحسد قبيل قبيل حسد هابيل قال لا اعترض ورفع الأمر إلى آدم فأمر أوحى الله إلى نبيه آدم أنه اللي يحصل يتقرب قبيل بقربان ويتقرب هابيل بقربان قبيل كان عنده زرع فأتى بسنبلة ضعيفة مهزولة وتقرب بها إلى ربه وجاء هابيل وكان رعي غنم فجاء بأحضل ما عنده من الشاه وتقرب بها إلى الله وكان إيه اللي بيحصل يأتي بقربانه فيضعها فوق جبل وينتظر تنزل نار من السماء فتحرق فتأخذ القربان الذي تقبل هو ده كان يتصال ما هناك أحد يأخذ الصدقة فكان الشرع عندهم أنت تتقرب بقربانك تتركه وهذا يتقرب بقربانه يتركه القربان المقبول الذي يقبله الله تنظل نار من السماء فتحرقه فتأخذه النار فهذا علامة على قبول القربان فجاءت من نار فتقبل قربان هبيل لأنه تقبل بأفضل ما عنده وقبيل القاتل تقبل تقرب بأسوأ ما عنده فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لا أقتل منك من الله يقتل قبيل القاتل يقتل أخوه هبيل بسبب الحسد هذا أمر قلبي هبيل لا يملك شيئا هو لا يملك شيء لا يملك إلا نية صادقة ونية خالصة لله وقبيل لا يملك إلا نية سوء ولم يتقرب إلى ربه إلا بأسوأ ما عنده فهذا قبيل هبيل ما ليس له من زم ما زمبه ما صنع إلا أنه أخلص قلبه وقصده لله فجاء قبيل حسدا حسدا فقتل أخاه فكانت أول معصية يُعصى بها الله جل قدرته في الأرض كانت بسبب الحسد فأول معصية عصية بها الله في السماء بسبب الحسد وأول معصية عصية بها الله في الأرض كانت بسبب الحسد وأصبح هذا الداء الفتاك يحذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تباغبوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا لا تحاسدوا لا تباغبوا لا حسد لبغوا لا حق هذا ليس من دين الله هذه أخلاق زمينة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يأجلس يوما بين أصحابه فيقول لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد والصحابة يلتفون من حوله فقال لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن رجل هو من أهل الجنة وهو بين أيديهم ما زال في الدنيا إذن رجل يسير على قدميه في الدنيا وهو من أهل الجنة هذا أمر كبير عندما تأتي الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظروا فإذا برجل أبيض وضيء توضأ والماء يتقطر الماء يتخلل من خلل لحيته فجاء ويحمل نعله تحت إبطه فدخل المسجد فصلى رقعتين ثم انصر كان اليوم الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه قال تاني يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فإذا هو بالرجل صاحبه أمس هو الرجل اللي كان أمس هو نفس الرجل أيذا النبي صلى الله عليه وسلم شهده أمس وشهد له اليوم أنه من أهل الجنة في اليوم الثالث وهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فإذا هو الرجل جاء في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وكان رجلا مغمورا يعني ليس معروفا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسير في غمرة الناس لا يعرفه كثير من الخلق هو رجل بسيط لا يعرفه كبير حتى أكابر أصحاب النبي ما كانوا يعرفون حتى هذا الرجل لم يذكر لنا التاريخ اسمه إلى يومنا هذا فقال عبد الله بن عمر هذا رجل شهد له رسول الله ثلاثة أيام متتاليات أنه من أهل الجنة يبقى لا بد أن أعرف الحالة عشان يقلده يفعل مثل ما فعل حتى يكون من أهل الجنة عسى أن يشهد له رسول الله بالجنة كمشاهدة لهذا الرجل فانتظر الرجل لما ذهب إلى بيتي صار خلفه رح للبيت طرق عليه الباب قال له تلاحيت أنا وأبي ذات مرة قال له أنا تلاحيت أنا وأبوي هو يعرض له يعني ما قالهش أنا تخنئت أنا والدي أنا وأبي الآن هو قال له تلاحيت أنا وأبي وأنا أريد أن أجلس عندك ثلاثة أيام حتى تهدأ نفسه أبي يعني أنا حصل شجار حصل خصام بيني وبين أبي وأنا الآن خارج البيت فأنا أريد أن أجلس عندك ثلاثة أيام ثم أعود إلى بيتي فيكون أبي قد هدأ هو يعرب إليه في الكلام ولم يكذب عليه عبد الله عمر تلاحى مع أبيه في يوم من الأيام ليس بالفعل وليس لازم أن يقول قد حدث الآن لأنه ما قالهش أنا دلوقتي فقال له تفضل دخل البيت هو ما جاء ما تلاحى مع أبيه وإنما هو يريد ماذا يفعل هذا الرجل حتى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متتاليات أنه من أهل الجنة لابد أن هذا الرجل له فضل لم نتحصل عليه فذهب عبد الله بن عمر من أجل أن يراقبه فلما جاء الليل عبد الله بن عمر يعني يتصنع أنه نائم وهو ليس بنائم هو يراقب الرجل يقول فلما جاء العشاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى بيته واستنى ونام صلى السنة ونام ما أمشي ما أمشي عشان يقوم الليل ولا يقرأ قرآن بالليل ولا إلا قليلة أشياء بسيطة جدا نحن بنعمل أكتر منه ونام حتى ما شفتش منه أي شيء خالص رجل نائم بالليل إلا أنه إذا كان إذا استيقظ يعني لما يستيقظ بالليل كده ذكر الله يعني لما يستاذ قايز يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وإن أمتاني لحد الفجر قال ألبي عبد الله أبلي قلت يصبح صائما فلما كان الصباح فلما كان الصباح أصبح الرجل ليس بصائم فلما كانت الليلة الثانية ظل كذلك مرت ثلاث أيالي والرجل لم يصنع شيء فخلاص قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعاد عبد الله بن عمر قال خلاص أنا راجع هو راجع قال له خلاص ثلاث يام خلصه أنا هاجي معاك أصلحك على أبيك قال له والله مات لحيت أنا وأبي ولكن شهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أنك من أهل الجنة فجئت وراقبك فلم أجد فلم أجد كثير مما تصنع ما أعقدتش خير أنت بتفعله كثير فعلمت أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال له والله يا بني لم أصنع إلا ما رأيت فانصر قال له تعالى رناد له تاني قال له تعالى والله لا أزيد ولا أنقص على ما رأيت غير أمني أبيته وليس في صدري حسد ولا غل لمصل قال له بها سابق معنا اتصال أم محمود أفضل أم محمود وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور يا عمال شخص ربنا بارك في حضرتك لو سبحتنا عندي واحد لن يعني عيني واحد على طول ولما بيدي عندي فأحصل مصائب فممكن تقول لي أجل يعني لما يجي ويضخل عندي أجل أجل إعتمد بالحسد بالتاعة يعني الشخص ده مشهور بالحسد حارس يعني أمم بيجي بيس من الصحف المصائب آه تمام حاضر يا أم محمود لديك عنديك سؤال تاني نور عم الشخص ربنا بارك فيك تفضلي أنا أجاوب حضرتك سؤال سؤال أم محمود سؤال أم محمود هو سؤال شائع وهي شكوى عامة من بعض ناس في قلوبهم غل وحق هذا المرض الفتاة شخص شخص وفي نفس الوقت إزاي إحنا نقي أنفسنا من شر حاسد إذا حسد في إزاي نقي أنفسنا من شر حاسد إذا حسد ولعل باقي الحلقة كلها نجاوب الأخت أم محمود معنا اتصال أم محمود هلو السلام عليكم وعليكم السلام يا الله وبركاته لو سمحت أي يا أم محمود فضالي أي سبن الشيخ لو سمحت أنا أمدي سؤالين فضالي فضالي حضرتك بس وط التلفزيون يا أم محمود وط التلفزيون علشان أنا أسمعي كنت تسمعين حاضر حاضر لو سمحت يا شيخنا أنا كنت أتسأل عن كيفية إعلات الحفظ أولا ثانيا لو سمحت فأنا عايز رقم تلفون ضروري ضروري معلش اللي بارك فيك حضرتك تواصل مع الكنترول حضر يا أم محمود حضرتك تواصل مع الكنترول هم يدوك التلفون عندك سؤال ثاني يا أم محمود طيب احنا عندنا دلوقتي سؤال أم محمود وسؤال أم محمد بيحصل مصايد فيه حسد إحنا نتعامل إزاي مع الحسد وإيه هو الحسد الحسد إيه هو الحسد إحنا لحد الأم قلناش إيه هو الحسد الحسد هو تمني زوال النعمة يعني واحد بيشوف إنسان صاحب نعمة فبيحسده بيتمنى زوال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إباه كل ذي نعمة محسود صاحب كل ذي نعمة محسود النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أكثر من يموت من أطفال أمتي وخاصة الأطفال في هذا الحديث أكثر من يموت من أطفال أمتي بالعي الطفل يكون أمه ملبسها كويس جميل يخرج من البيت مثل رحاء الولد شكله جميل مهزب يخرج من البيت فتأتي إليه عين عائمة عين حسدة فتقتله تقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أحد الأصحاب رأى صاحبه يغتسل يغتسل في البستان فرأى جلدة كان جلده أبيض فقال إيه لم أرك اليوم ولا جلدة مخبئة يعني لم أرك اليوم ولا جلدة مخبئة إليه جلد المرأة جلد المرأة التي لا ترى الشمس ولا تراها الشمس هو شافه خلع سيابه يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلدة مخبئة يعني حاجة ما شاء الله هذا رجل ولكن البشرة بتاعته كأنها بشرة امرأة في الجمال لا ترى الشمس ولا تراها الشمس فوقع الرجل صريعا في موضعه فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصروعا قالوا ما أصاب قالوا فلان مر يا رسول الله فقال كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحاسد أن يغتسل ويؤتى بالماء أمر بالحاسد أن يغتسل وأحنا نتكلم عن العلاق أمر بالحاسد أن يغتسل ويؤتى بالماء الذي اغتسل به ويوضع على المحسود فقام فكأنما نشط من عقال الجمل عندما لما بكتف الجمل وتفكه فبيقم جري فقام هذا المحسود كأنما نشط من عقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما على ما يقتل أحدكم أخاه أنت بتقتلوا بعض ليه على ما يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأى ما يعجبه برك عليه يعني إمتى لما تشوف الشيء اللي بيعجبك برك عليه بسم الله ما شاء الله فلولا إذ دخلت جنتك وَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ هلَّا إِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ نَا يُعْجِبُهُ برك عليه فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للحاسد قال له إيه قال له علامة يقتل أحدكم أخاه فالحسد الحسد ثلاثة أنواع ثلاثة هنقولهم ونجيب العلاج بتاعه علشان نجاوب أمه محمود ونجاوب أمه محمد معنا اتصال أستاذ محمد أه باك أستاذ محمد فضل حبيبا أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذي حضرتك توطي التلفزيون شوية وترفع صوتك لأ أنا أنا مستمعك كويس أقول لي ثاني حضرتك بتقول إيه أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد سامعني طيب الاتصال فصل احنا بنقول احنا عندنا الحسد ثلاث انواع في حسد تمني زوال النعمة انسان بيتمنى زوال النعمة هذا حاسد بيشوف نعمة على انسان بيتمنى زوالها سواء وعدين ايه بيتمنى زوالها ويتمنى انها تأتي اليه هذا اول نوع من انواع الحسد يعني انا شفت انسان ركب عربية سيارة فاتمنى ان السيارة تزول من عنده ويجيلي انا حسد يحسده حقده حسد يتمنى ان تزول هذه السيارة من وتأتي اليه انسان تزوج امرأة جميلة دنيا مليانة نساء جميلة يقول له اتمنى ان يطلقها ويتزوجها هو هذا حسد حقد وحسد يتممنى زوال النعمة من صاحبه وتأتي اليه معانا ام فاروق اتصال هاتف افضال يا مفروح افضالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته افضالي حضرتك زي حضرتك يا حيخ افضالي انا بكيك يا ربني احفظك لو سمحت يا شيخه انا متطلق ليا 7 سنين نعم معايا حضرتك؟ معايا يا فاني كنت مطلقني ليا 7 سنين فدلواتي انا محنجي منه ابني يعني فحابه يجي يرجعني ابنك اللي عاوز يرجعك؟ اه عايز يرجعني افضالي ابنك عنده كم سنة؟ ابنك عنده كم سنة؟ ابنك عنده كم سنة؟ اه يا فاندي وانت مطلق ابالك 7 سنين؟ اه وعيدي يرجعني بالوقت كمان هو المفروض علي يكتب اي موحوق الشرعية ولا اعمل ايه بالذبط طيب بصي يا ام ايمن ام فاروق اقولك في عجالة سريعة حضرتك تنفتي منذ 7 سنوات مظبوط؟ اه يا فاندي ابنك عنده 8 سنوات وانت عاوز ترجعي اه يا فاندي هو عاوز يرجعي انت زوجك بيعقد عقد ومهر جديدين اه يا فاندي خلاص هو انت طلقتي 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 والعدة انتهت انت هترجعي كأنه هو خاطب من الخطاب لكن انت توفي او ما توفيش ترجعي او ما ترجعيش وطبعا الافضل انت ترجعي من اجل ابنك اه اكيد يا فاندي طيب بس هو فيه سؤال بس اسأل حضرتك انت طلقتي منه كم مرة؟ لا ما طلقتش منه ولا مرة ايمان بيقول قفرت عليها وكذا عادية لكن هو دلوقتي انا سألتي شيخ وقال لي ايه ممكن ترجعي بعقد جديد ومهر جديد هو متمسك دلوقتي بيقول لا اخذت حقوقك مش ينسى ان انا اكتب لك اي مولدك ما اعقد عقد جديد اللي هو كتب اكتبه كده لكن من غيرك ايمة ولا اي حاجة يعني انت ما طلقت طلقت عندي المأزون كم مرة يا ام فاروق مرة 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 واحدة يعني انت طلقت مرة واحدة اه يا فاندي يا ام فاروق انت علشان ترجعي لابد هترجعوه تاني للمأزون وهيكتب عقدي جديد ومهري جديد طيب يا فاندي والايمة بص يا ام فاروق المسألة دية بتختلف من مكان لمكانه من شخص لشخص اذا كنت انت حباه وعايزة تعيش علشان خاطر ابنك انت حاقق انه يبتبلك الايمة حاقق ولكن لكن يا فاندي يا ام فاروق ربنا تقول له ايه انت لا نفسي تنصحه يا فاندي اسمعيني يا ام ايمة اسمعيني يا ام ايمة يا ام فاروق لعله لا ينتصح هو مش هيسمعني الان هو هيسمعني انت اللي بتسمعيني مش هو اللي بيسمعني جايز جايز هو مش هيقبل مني النصيحة انت هتقبل مني النصيحة دلوقتي انت عندك اب والابن ده هو اللي بيسعى ان انت ترجعي لابوه وانت عاوزة ترجعي حققك الشرعي إن أنت عقدي جديد مهري جديد أيمة جديدة طيب نفترض إن دلوقتي الزوج اللي هو طليئك أصر إن هو ما يكتبلكيش أيمة هذا ظالم بيظلمك هو كده بيظلمك طيب علشان الدنيا تمشي وعلشان خلاص الأمور تعدي لو أنت تنازلت عن شيء فهو أمر لك المسألة لك أنت يعني أنت بتوزني بين المصلحة والمفسدة بين الخير وبين الشر دلوقتي إذا هو أصار إن هو ما يكتبلكيش أيمة بس أنت شايف أن ربنا صلاح حاله وعلشان خطر الولد الصغير اللي ستعنده 8 سنوات دا يتربى في حضنك وفي حضن أبوه ممكن تتنازل عن مسألة الأيمة ولا ما تتنازليش فإنت اللي هتقرر في النهاية إذا كانك أنت هتتنازل عن الحق بتاعك ده ولا مش هتتنازل ماشي يا ست كل وربنا يصلح لك الحال يا رب نعود لحديثنا إحنا بنقول إن الحسد ثلاثة يتمنى زوال حاسد يتمنى زوال النعمة وتصل إليه يعني أنا شبت سيارة السيارة دي عاوزها يعني تزول من صاحبها وتأتي إليه أتمنى أنها تكون عندي وتزول منه هذا حسد طب النوع الثاني أسوأ منه يتمنى زوال النعمة ولو لم تصل إليه يعني هو حاقة حاسد شاف النعمة؟ شاف النعمة يتمنى زوال النعمة حتى وما قتلوش مش مشكلة المهم إن هي تزول عن صاحبها المهم إن النعمة دي تزول عن صاحبها النوع التالي بقى اللي هو الغبطة يعني أنا شفت سيارة السيارة جميلة وحلوة عجبتني أبركل عليها وأتمنى من الله له فيها البركة أتمنى وأدعو الله له البركة في هذه السيارة وأن يرزقني الله مثلها دي غبطة محمودة محمودة في دين الإسلام ولا شيء فيها يبقى الغبطة لا شيء فيها ولكن الحسد المزموم إن الإنسان يتمنى زوال النعمة سواء كانت النعمة دي تصل إليك أو لا تصل إليه فهذا حسد مزموم ده حسد مزموم طيب الحسد ده نعم الفئية يعني هذه مشكلة ومشكلة كبيرة ماذا نصنع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبارنا في كثير من الخلق معنا مكلمة الأستاذة شمس ماذا؟ فضال يا فاندو أستاذة شمس أهلا فضال يا فاندو أهلا يا حسد السيخ معاك يا حوا فضال يا فاندو معايا فضالي يا شيخ أسألك يعني أسبح كذبة في الوردة في الكشكو لا أستني بقى قولي تاني أنت بتقولي إيه؟ وط التلفزيون خالف بتقولي إيه؟ عجلة خالف عنه وط التلفزيون عشان تسمعيني وأسمعك لا شو أنا بعيدة خالف عن التلفزيون تمام قولي عجلة يعني أستغفر الله يعني كذبة في الكشكو ينفع أسبح أنا وفي الكشكو ولا على الإيدين أحسن أنت بتكتب التسبيح في الكشكو وتقريه؟ اه زراعة على طول اه عشان بتنسي ولا بتعملي ليه كده؟ لا يعني أنا كذبة في الكشكو يعني كذبة مية استغفر الله العظيم متمر في الكشكو اه بتعملي كده عشان بتنسي؟ اه اه عشان أعرف يعني سبحت كم مرة في اليوم عشان تعرفي كم مرة؟ اه عشان تعدي ولا علشان خطر توصلي عدد معين ولا أنت عاوزة تعرف أنت عديت حسنات قد إيه؟ اه اه لا يعني عجلة ينفع يعني كده 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 في الكشكو ولا في السبحة أحسن طيب بص يا سيطة الكل ها جاوبك ها جاوبك بص يا شمس بص يا حبيبتي احنا دلوقتي التسبيح سواء على اليد أو على خلافه اللي تجد فيه قلبك يفعليه يعني لقيت نفسك خشعة وانت بتسبحي على اديكي سبحي وانت بتخشعة وانت بتقرأ التسبيح لكن علشان ان انت تعدي وتحسب انت عملتي قد إيه؟ لا انا هقعد اسبح ربنا نص ساعة اسبح على ايدي اسبح من اقرأ من كتاب اي شيء المهم اللي انا اجد فيه قلبي نعود لقى موضوعنا عشان قال نهاية الحلقة احنا دلوقتي الحسد النبي صلى الله عليه وسلم ايه علاجه؟ يعني احنا ظننا نتكلم على الحسد والنبي حذرنا منه قد ايه؟ لن تقفي اكثر من خمس حلقات ايه علاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى ازاي انا احصن نفسي من شر حاسد اذا حسد الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات حين يصبح لم تصبه لا يصبه في ذلك اليوم فلج ولا مرض ولا حسد الى اخره فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر امني اللي بيقرأ قل اعوذ برب الفلق قل هو الله واحد قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات حين يصبح حين ينصي لا يوصف في ذلك اليوم لا بفلد يعني شلل ولا بسحر والفلد اللي هو الشلل كان روي الحديث مشلول فنظر إليه أحد الجالسين يعني باحتقاري أنت بتكذب ولا إيه ده أنت مشلول فقال له يا هذا لا تنظر إليها كذا والله لقد نسيت أن أقولهم في اليوم الذي فلجته في اليوم اللي أنا شللت فيه أنا نسيت أقولهم في اليوم اللي أنا شللت فيه فأصابني ما أصابني فتقرأ كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس كل هو الله أحد ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي مع أذكار الصباح والمساء مع أول الفتحة أو الفتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والثلاث معاوزات بنأخذ بدولة وإن شاء الله تبارك وتعالى ربنا يحصنه من شر حاسد إذا حسد وفي نهاية الحلقة نود أن نقدم إليكم بالشكر جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم